السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل أخواتي في كل مكان ربنا ما إحرمنا منكم أبدا اللهم أمين يا رب العالمين طيب طريقة التشافي بصورة الفاتحة وأنا عملت لها هنا في القناة أكتر من فيديو عملتها للأطفال تكرارها على مية سبع مرات لشفاء أمراض الأطفال وعملتها لنا ككبار سن كبير تكرارها واحد واربعين مرة على مية وتشربها للسحر برضو لكل المشاكل والنهار دا جزء تاني من الفيديو الأولاني الفاتحة طريقة التشافي بالتأمل اللي هي شرحت فيها تنظيف مراكز الجسم كله بكراءة سورة الفاتحة وازاي تتشاف تماما بكراءتك بسورة الفاتحة بالتأمل والفيديو دا تكملة للفيديو الأولاني وشرح مفصل وأفضل من الأولاني وكمان بناء على طلب من إخوات قالوا اشرح الطريقة بطريقة أفضل فإن شاء الله أقدمه لكم بس ركز معايا واحفظ المعلومات دي أو عايز تجيب وراء وقلم وتكتب اللي بتسمعوا مني واتطبقوا فيكون أفضل ليك طبعا عشان الاستفادة طيب خلينا نقول إن منفايدة الطريقة دي يا جماعة الإنسان الزاكي اللي هي أتطبقها صح هتشوف الفرق مجرد ما تطبقها زي ما بتسمحها مني حتى بتعاملك مع الناس الناس نفسها اللي انت بتتعامل معهم هيشوفوه بطريقة مختلفة في إيه اللي تغير عندك لإنك بتكتسب طاقة وكوة من أسماء الله الحسنة اللي داخل صورة الفاتحة حاجة تانية عشان كده بقولك هتلاقي المعاملة متغيرة بس لما تطبقها بالطريقة اللي هوك بينقلهالك طريقة التشافي بصورة الفاتحة بالتأمل وبالشهيق وبالزفير من أقوى العلاجات اللي هتعدي عليك في حياتك كونك تكون إنسان واعي ومشغل عقلك وتسمع المعلومات بقلبك واتطبقها هتشوف منها نتائج هتخش من ناس بقى اللي بيقولك ده أصحار وده بيعمل سحر وانتابه هو الكتب اللي بيخش به الشيطان على عقل الناس ويدخلوا في نيتي فانت كده يبقى أحسن ما تسمعنيش أفضل يعني فالطرقة بتتقدم علاج لكل الوجع اللي في الجسم لكل الأصحار اللي في الجسم لكل مشاكل الحياة بصف عامة فخليك ناصح زي ما بنقولها احنا كده بالمصري وما تعدش المعلومات دي اللي عشان تتعلمها لازم أن تدفع فلوس أخوك بيقدمها لك هو والمقابل أنا عايزه من ربي مش من حد تاني وهيسألني على كل كلمة قلتها في قناتي هنا طيب هشرح لكم السبع مراكز وهديكم شرح أفضل من الفيديو الأولاني بكتير تمام؟ طيب أول حاجة مركز الظاهرة هنبدأ من الأسفل إلى الأعلى عند آخر فكرة في ظهرك ده مركز الجزر حفظت؟ حفظت ده في الخلف من الأمام مركز الجنس وكلنا عارفينه المركز المسؤول عن التبول كده اتنين وبرضو ده احنا عارفينه تلاتة مركز المعدة اللي بيقولوا عليه الظفيرة الشمسية وده برضو احنا عارفينه كده تلاتة المركز الرابع القلب وطبعا كلنا عارفينه المركز الخامس الحل وكلنا عارفينه المركز الساتد الجبهة وكلنا عارفينه واخر حاجة المركز السابع منتصف الرأس لأ خلينا بقى نجيبها من فوق لو هنا فيه مشاكل او هنا فيه مشاكل امراض يعني او هنا فيه مشاكل او هنا في القلب فيه مشاكل او في المعدة مشاكل او في مركز الجنس مشاكل او في الظهر كله بصفة عامة مشاكل فهتطبق الفايدة دي عليه زي ما قلت في الفيديو الاولاني نص ساعة فيه ناس بعت التعليقات وقالت ازاي ده طريقة الفاتحة ما تاخدش فيها عشر دقايق ده معناته انك ما وصلت لكش الطريقة بالطريقة اللي انا بنقلها عشان كده قلت اعمل فيديو لكم بتفصيل ويختلف برضو عندك هاي شوية عشان المعلومات توصل قلوبكم طيب يا خويا هنعمل ايه بقى في الفايدة دي هنفضل القعدة على الكرسي ولكن انت عاوز تستلقى على ظهرك براحتك اغمض العينين دي حاجة اساسية انك تغمض انك في الفايدة دي لابد منها الشهيك والزفير اهم حاجة عشان الفايدة دي تتفعل معاك خلي بالكم بالصفة عامة الفايدة بتتقدم لجميع الاسحار المأكلة والمشروبة وبقى اللي تعبت في حياتك وسحر التعطيل والامراض العضوية والنفسية وكله كله انا بكلمك بالصفة عامة اوه عشان ما تسألنش في التعليقات ينفع عمل اينفع طريقة التشافة دي تنفع لكل لغباطة حياتنا فالشهيك والزفير شيء مهم انك انت تطبق في الفايدة دي عشان الفايدة تتفعل معاك وقت وتشوف نتيجها وتجعل فيدي دا تشجع اخوتك يطبق الفايدة دي تمام تمام طيب يتستلقي على ظهرك وقتك بعيد عن بعض والقدمين دول بعض عن بعض يتستلقي على كرسي وقتك بعيد عن بعض والقدمين بعض عن بعض وتبقى قاعد مستقيم كده الى السماء هتبدأ من الاسفل الى الاعلى خلي بالكم مشاكل العصب برضو الفايدة دي تنفع فيها المشاكل اللي بتجي في الرجبة الفايدة دي تنفع فيها المشاكل اللي بتجي في كل واجع الجسم برضو الفايدة دي تنفع فيها المهم هتقعد كده وهتتنفس هتسحب نفس وتكتمه تسحب نفس تملى البطن هوا ثم الرأتين دول تملاهم هوا وانت مغمض عينيك وتنفخ الى السماء بالطريقة دي وانت متخين نفسك عند اول مركز اسفل الظهرة بتستعين بالله استعين بالله من الشيطان لان في الفايدة دي خلي بالك بتطرد الشيطان من المراكز دي بتبدأ به من تحت لعند منتصف الرأس بتطرد الشيطان انت اصلا لانك بتستعين بالله وانت بتكرق الفاتح اول حاجة بتستعين بالله وتبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وانت مغمض عنك وبتكرق الفاتحة السبع آيات كلهم الى آخرها وانت شايف نفسك في خيالك عند آخر فاكرة في الظهر الفاتحة مع تردد الآيات بهدوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالطريقة دي الى آخر الفاتحة عند مركز اسفل الظهر اللي هو مركز الجزرة وانت بتردد الآيات شايف نور بهملى المركز ده وبيتحول من الظلام الى بياض نور ابيض من السماء بآيات الفاتحة ومهم جدا تدل التمرين ده براحته نص ساعة تلت ساعة زي ما تحب طبعا بعد ما خدت اول شهيك وزفير هو ده اللي يخلي الطاقة في خلايا الجسم تبقى حاضرة وتساعد معك في الاسترخاء الى آخر الآيات ركز مع المعلومات اللي بتتقال وبعدين خلصت الفاتحة كلها في مركز الجزر انتقل الى المرحلة التانية برضو انا مغمد عيني اسحب نفس وطلعه الى السماء واشوف نفسي في خيالي نقلت في مركز الجنس وابدأ بالبسملة واكرأ الفاتحة كلها السبع ايات الى اخرها لحد ولا الضالين آمين وانت مغمد عينيك تكرأها برضو السبع ايات في مركز الجنس ومن ثم المرحلة التالتة مركز المعدة كلها بأشملها البطن اخد شهيك وزفير الى السماء واكرأ واستعين بالله من الشيطان وابدأ بالبسملة واكرأ الفاتحة كلها السبع ايات وبعدين اتنقل للمرحلة الرابعة القلب وعند ما تيجي عند القلب اعملها بهدوء ردد الايات بهدوء استعم بالله من الشيطان واكرأ الفاتحة كلها بعد البسملة في القلب وشوف النور الابيض اللي نازل عليك من السماء في المراكز دي بينظف وبيحي وبيشفي بأسماء الله الحسنة وبالفاتحة بالطريقة اللي بتتنقلكم دي لحد ولا الضالين امين بالطريقة دي وبعدين اتنقلت للمرحلة الخمسة الى الحلق كل دا وانت مغمد عينيك في التمرين دا ما تفتحش عينيك خالص تاخد شهيك ثم زفير وتتنقل لمرحلة الحلق تستعم بالله من الشيطان وتبدأ بالبسمة لو تكرأ الفاتحة على مركز الحلق وتشوف النور بيحيي وبينظف لك كل المشاكل اللي في مركز الحلق لحد ولا الضالين امين بالطريقة دي وبعدين تتنقل الى مركز الجبهة للناس بقى اللي دايما بتشتكي من الصداع زي ما قلناها كتير تستعم بالله من الشيطان وتكرأ الفاتحة السبع ايات على مركز الجبهة كده في خيالك كل دا في خيالك وانت قاعد بتعمل التمرين دا مع نفسك على كرسي او انت مستلقي على ظهرك براحتك لحد ما تخلص السبع ايات على المنطقة دي استعم بالله من الشيطان ثم البسملة ثم الفتحة الى اخرها ولا الضالين امين وانت شايف النور بيحيي وبينظف المكان دا واخر مرحلة السبعة منتصف الرأس شايف نفسك في خيالك في منتصف الرأس واستعانت بالله من الشيطان وقرأت الفتحة الى اخرها بدأت بالبسملة وختمت الفتحة ولا الضالين امين السبع ايات كلها في منتصف الرأس وانت في خيالك بقى بزكاء بتعمل التمرين دا وشايف النور نازل عليك من السماء من السماء بينظف وبيحيي كل الخلايا في الجسم من فوق الى الاسفل الى القدمين الى قدمينك في خيالك وانت شايف الفتحة بتحييك بتنظفك بتشفيك من كل المشاكل لحد ما تخلصها تديها بقى انت وزكاءك نص ساعة ربع ساعة تستخدم في التمرين دا عشان تشوف له نتايج تستخدم في التمرين دا صوت المطر اي موسيقى صوت المطر المؤسرات الصوتية اللى موجودة على اليوتيوب صوت المطر صوت المطر حط السماعات المؤسرات الصوتية دى او صوت المية صوت البحر عشان تخرج الطاقة السلبية بعد ما تخلص التمرين دا وهتشوف الفرق اتمنى كده اكونوا وصلت لكم المعلومات دى واتمنى منكم تعملوا مشاركة للفيديو دي خل العالم كل يشوف المعلومات دى وللناس اللى بتقول لي دا سحر قعد ساكت انت مفهمتش اللى بيتقالك سيب الناس تفهم سيب غيرك يفهم عشان اللى بيتقدم لكم دا زي ما قلت لكم من شوية مش هتلاقي حد يقدمه لك الا اما تدفع له انا هنا بديها لك كده واجر على الله طريقة الفتحة التشافي بالطريقة دى بصورة الفتحة نتيجها رهيبة وينفع تعملها لكل حاجة لو حلك واقف ينفع تعملها لو بتتعانى من رزق في حياتك ينفع تعملها اثر علاج يشفي الاسحار اللى اللى كلتها والى شربتها والحسد وكل اللى تخيله في حياتك بالطريقة دى هتعملها مرة واحدة في اليوم يفضل وقت الليل وهتعملها لمدة واحد وعشرين يوم وهتشوف الطاقة اللى هتكتسبها بنفسك زي ما قلتلك في اول الفيديو بتعاملك مع الناس هتشوف وهتدعي لأخوك ده هتشوف تغيير الشامل اللى هيحصل لك اول يوم نتائج منكم تكون ضعيفة بعد كده نتائج اعلى استمرارك على التمرين ده وبالزكاء اللى هتعملوا وبالطريقة اللى تنقيت لك دي كده بالظبط مع الشهيق والزفير وقراءة الفتحة والاستعانة بالله من الشيطان وبالطريقة دي مبروك عليك الفهم والوعي والقوة وحياة تانية نظافة شاملة ويا رب يكون المعلومات وصلت قلوبكم نسأل الله لنا ولكم التوفيق ربنا يعفزكم ويبرك فيكم وما يحرمنا منكم ابدا طبقوا يا جماعة الكنز اللى بيتقدم لكم ده على اي امور في حياتكم تعباكم وان شاء الله تشفى منه وربنا يحقق لكم كل امانيكم نحبكم في الله ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام